معالي وزير الخارجية الأسبق محمد الغرابي لو تلخص بعد سنات الدبلوماسية المصرية أو المدرسة الدبلوماسية المصرية ممكن تلخصها ازاي؟ طبعا ده سؤال مهم جدا هو فيه ثوابت وفيه متغيرات يعني فيه أشياء ثابتة لا يمكن أن نعيد عنها زي مثلا فكرة احترام القانون الدولي احترام مبادئة ومساق الأمم المتحدة المنظمة الإقليمية اللي احنا مضيين عليها زي الجامعة العربية وزي الاتحاد الأفريقي فده أحد الأساسيات اللي موجودة فيه العمل الدبلوماسي المصر اللي احنا بنتعلمها طبعا بنخش في وزير الخارجية في المعهد الدبلوماسي تانية حاجة انه لن نتدخل في شؤون الآخرين يعني مصر مش من الدول اللي هي تلعب في مفاصل دولة أخرى يعني عن طريق التواجد المصري فيها احنا نحترم الدولة اللي احنا موجودين فيها ولا نتدخل في شؤونها تحت أي ظرف من الظروف ثالث حاجة فكرة السلام فكرة انهنا يعني دايما ننشد انه الأمور تتحل بالطرق السلمية وليس بالطرق العسلية صحيح صحيح فكرتني ده مصر كانت من المؤسسين لتكتل دول عدم للحياز ها طبعا ده مدايم فعليمين دول على فكرة روسيا ووكرانيا محتاجين تكتل دول عدم للحياز صحيح محتاجين نعيد المفاهيم دي مرة تانية العشر سنوات الأخيرة اللي عبرت بهم أو اللي مرت بهم مصر كانوا من أكثر السنوات صعوبة وزخما على وزارة الخارجية يعني كوزراء خارجية وكديبلوماسيين في كل العالم تقلبات كثيرة في الداخل وفي الإقريم وفي العالم الحمل كان ليس هينا على الإطلاق حقيقة من 2011 الحمل فعلا أصبح كبير جدا جدا على عاقتك الوزير الخارجية أي وزير خارجية أي وزير خارجية طبعا وأنا حتى مش هنسى أن حضرتك أول من أعلنتي أن أنا توليت وزارة الخارجية كان عندنا الصبق قبل ما يتم الإعلان الرسمي عرفنا من كان ده شغلنا في العشرة مسائل ونحن نجل المعلومة والسفق وزارة الخارجية المصرية أبنائها كتر وعظام وفي أسماء كبيرة جدا وكتيرة جدا من وزراء الخارجية أو المفاوضين بعضهم بينتمي للمدرسة الشعبوية يبقى الاسم موجود على ألسلة الناس وفي ناس بتفضل مدرسة الإنجاز في صمت وما بيحبوش أنهم يبقوا شعبويين في منهم من وصل لمنصب أمين عامل أمم المتحدة دكتور بوتروس غالي يعني أبناء أو زراء الخارجية المصريين تبواء ومنصب أذين دكتور نبيل العرب يبدو دخل قادي في معكمة العدل الدولية وده منصب رفيع جدا جدا يعني مش أي حد يقدر يوصل له طبعا الدكتور بوتروس غالي زي ما حرق قلتي كان أمين عامل أمم المتحدة وأنا اشتغلت معا برضو من سنة 84 آسف من 82 ل84 كنت سكرتيرو في أصر التحرير في وزارته الخارجية لمدة سنتين وشخصية عظيمة ولو رؤية عظيمة جدا أول ما نتحدث عن أن المياه هتكون حرب المياه السؤال يخص وزير خجال أسبق السفير محمد العرابي إيه أكثر فترة سراءا بالنسبة لك في خدمتك في الدبلوماسية منذ البداية وحتى هذه اللحظة أنا اشتغلت في حتة كتيرة جدا يعني الحمد لله وكلها مهمة هلعب سرعة كده بس هرجع على سؤال حضرتك اشتغلت في الكويت في الأول ثم لندن وده مكان عظيم جدا وثم واشنطن وده برضو مكان عظيم جدا ثم تل قبيب ومحدش يعني يتدايق من الحكاية دي وعدين ألمانيا أنا عادت في ألمانيا حوالي 8 سنوات دول بالنسبة لي أحلى 8 سنوات في عمري اشتغلت فيهم كنت سفير مصر في ألمانيا من 2001 ل2008 وبالتالي بعتبر أن هذه هذه الفترة الغنية السرية الجميلة اللي فيها إنجاز اللي فيها كل حاجة يعني حارك منصب السفير ده يا جماعة عشان تبقى عارفين منصب رفيع يجب كلنا أننا نسعى إليه لأنك أنت بتبقى بتمثل رئيس الجمهورية في البلد اللي أنت فيه وبالتالي عندك قدر كبير جدا من الحرية في الإنتاج والإبداع وحاجات كتيرة جدا جدا بتخليك يعني يعني بتبقى فترة جميلة حقيقة إحقاقا للحق السفير سامح شكري وزير الخارجية الحالي وكل أبناء وزارة الخارجية كمان بيقوموا دور بطولة جدا في التعريف بإنجازات كتيرة بتحصل في مصر بحل معضلات موجودة دولية وإقليمية طبعا بس بمناسبة النهاردة 14 مارس بحده برضه أقول له حددك حاجة تانية أن اليوم ده في سنة 1976 أنا والوزير سامح شكري والوزير النبيل فهمي دخلنا وزارة الخارجية في أيوم 14 مارس 1976 أحنا ثلاثة دخلنا مع بعض ودية حدثة نادرة أن ثلاثة من دفع واحدة يتعينوا وزارة يعني ما أعتقدش أنها هتتكرر حصلت ومش هتتكرر تاني ولكن أنت النهاردة حاليك بتعتفل يعني بينا برضه كنت أتمنى أن هما يكونوا معنا هما الاتنين كانت هتبقى حلقة جبارة الحقيقة أنه يصح أنه نقول كل سنة وحدك طيب بمناسبة ذكرى دخولك وزارة الخارجية كل سنة وكل الأسماء اللي ذكرت بخير كل سنة وأبناء وزارة الخارجية وجهات مشرفة ومضيئة لمصر في العالم كله كل سنة والكل واحد ما اشتغلش في وزارة الخارجية بس كان حقا سفير لمصر في جبهات ووجهات تانية كل سنة هو طيب مصر مصر كانت ومازالت عظيمة بأبنائها في كل المجموعة طبعا احنا بنعتز جدا يعني كدبلوماسيين في وزارة الخارجية بلقب السفير وبنغير عليه يعني يعني بنحب انه يعني هذا اللقب يبقى يبقى لنا وبنغير عليه فعلا ولكن في النهاية زي ما حريك قلت اي انسان مصري مشرف لمصر في خف الخارج زي مثلا المهندس هاني عازر المهندس هاني نقراشي حريك كنت بتتكلمي عن الدكتور السير مجدي عقوب وده كان موجود برضه في لندن وانا اعرفه من هناك يعني ما كنت انا في السفارة كل دول طبعا بيمثلوا بلدنا ودول قيمة كبيرة جدا جدا تحية كبيرة لوزير خارجية الاسبق السفير محمد العرابي مرور مائة عام على انشاء وزارة الخارجية المصري ترجمة نانسي قنقر